ومعنا هنا في الستوديو الكاتب والمستشار الاقتصادية دكتور عبدالله بن ربيعان دكتور أهلا بكم معنا في الرابعة في السيديو مرحبا أخت سيهام حي الله لأخوان المشاهدين والأخوات المشاهدات أهلا بك يعني برنامج إنفاق حكومي هو الأكبر في تاريخ المملكة رغم تراجع أسعار النفط تقييمكم لهذا البرنامج تقييمي أنه حقيقة يعني كان مدروس يعني لم يكن الأمر يعني لأنه كما نعلم الاقتصاد السعودي من سنتين أو ثلاث مع انخفاض الاسعار النفط وانخفاض الانفاق الحكومي بدأ يدخل دورة أو دورة تباطئ أو دورة ركود فكان طبعا للأسف أنه الاقتصاد معتمد كثيرا على الانفاق الحكومي فكان لابد لمعاكسة الدورة بأي سياسة مالية أو اقتصادية كما يحدث في أي دولة في العالم أنه لابد أيضا أن تكون هذه السياسة التوسعية بحيث أنها على الأقل يعني ترفع الركود أو التباطئ اللي حاصل في الاقتصاد بالإضافة إلى أنه إعلان مثل هذا يعني للمواطنين أن هناك مشاريع ستنفذ أن هناك نشاط اقتصادي وحراك متوقع إن شاء الله خلال 2018 أنه هناك على الأقل ولا أريد أن أقول يعني أرقام نمو كبيرة ولكن سيعود الاقتصاد إن شاء الله للنمو الموجب لأنه حققنا هذا العام نمو سالب في الاقتصاد أهمية الآن إشراك صندق الاستثمارات والتنمية في هذا البرنامج طبعا هو على مدى التاريخ وإن كان اليوم يعني عمل الصندوق تطور أكثر وأصبح أفضل هو على مدى التاريخ كانت الحكومة تستخدم الفائض من النفط في استثمارات هذا الصندوق واستخدمته كثيرا استثماري لإنشاء شركات كثيرة سابق والكهرباء والاتصالات وغيرها كل الشركات الحيوية الكبيرة جاءت عن طريق يعني استخدام الذراع الاستثماري اللي هو صندوق الاستثمارات وأنتجت لنا شركات كبيرة وجميل تمنى أن يستمروا الصندوق وأن يكون دورها أكبر لها لأنه للأسف اختهام إحنا اقتصاد معتمد على الحكومة في الإنفاق في كل شيء قطاعنا الخاص ضعيف ورديع يعني حتى نكون واضحين فلابد أن ننشئ شركات قوية قادرة على أنها تجنبنا يعني مخاطر انخفاض النفط أو زيادة النفط اللي خلال مثلا أو الستين أو السبعين سنة اللي فاته كلهم كنا يعني عرضة أنه سنة ننتج أكثر من المتوقع وسنتين أو ثلاث ما ننتج شيء بحكم يعني اعتمادنا الكبير على النفط كمصدر واعتمادنا على الإنفاق الحكومي لذلك الكطاع الحكومي يننفق طلع القطاع الخاص واستمر وأصبح جيد إذا لم ينفق عاد القطاع الخاص للريسيشن أو الركود الكبير فلذلك نريد أن نقطع هذه العلاقة نريد كطاع خاص سوليد أنه قادر على أنه يحرك الاقتصاد بغض النظر عن ميزانية الحكومة أو عوائدها من النفط طب هل المملكة قادرة على مواجهة هذا التحدي؟ يعني كان الاعتماد الأكبر على النفط الآن تخفيض الاعتماد إلى 50% أنا لا أقول أنه سنتوقف عن الاعتماد عن النفط طبعا ولكن اللي صاير الآن أنه نريد أن نبني أشياء غير النفط نحن حتى الآن في التنويع المالي اللي حاصل اليوم وفرض ضريبة أو إعانة أو كذا كلها جائع من النفط فنحن نريد الآن أن نعيد بناء اقتصاد نعيد نجذب استثمار أجنبي ننشئ شركات عملاقة على غيرار سابق أو الكاربة أو مشاريع الجبيل وينبع هذه هي المشاريع المهمة والمطلوبة الآن في الاقتصاد السعودي أما أن سنقطع علاقتنا مع النفط أنا أعدك أنها لن تنقطع العلاقة وسنستمر كثيرا معتمدين على النفط والنفط يجب أن ننظر له أيضا بنظر بوزيتف أنه خدمنا خلال سنوات كثيرة بنأنا الاقتصاد بشكل كبير ننفقنا على الكابيتل أو الهومن كابيتل اللي هو الموارد البشرية انفاق جدا رائع في السعودية معدل البطالة قريب من الصفر أعمار الناس ما شاء الله نتيجة للصحة وكذا بدأت عدد الوفيات في المواليد جدا انخفضت مستوى التعليم انتقلنا من سبع جامعات إلى حوالي ثمانية وثلاثين جامع بتعسنا 250 مليون شخص عفوا 250 ألف شخص للخارج وعادوا بأعلى الشهادات فنحن أنفقنا انفاق ضخم على الموارد البشرية نريد ان تنعكس هذه الموارد البشرية كيف نعكسها على مؤشراتنا الاقتصادية لما تأتي للمؤشرات الاقتصادية تجديها كلها يعني منخفضة حقيقة ولا ولا يعني ما تجمل زي ما نقول أو بمعنى آخر انها كلها مستوىها ضعيف فنحن نريد ان نستفيد من هذه القوة الهومن باورة والقوة البشرية اللي احنا سندناها ودعمناها وعلمناها وابتعثناها انها كيف تنعكس على مؤشراتنا على تحسين مؤشراتنا الاقتصادية لذلك كانت الرؤية من افضل الاشياء اللي جاءت انها قاسة هذه الاشياء الاقتصادية هذا وضعنا اليوم اذا كيف نستخدم هذه الموارد بحيث ان نحسن هذه المؤشرات خصوصا ان اصبحنا في عالم تنافسي ايضا يجب ان مسابق الزمن الان مؤشر التنافسية اصبح من اهم المؤشرات مؤشر سهولة اداء الاعمال اصبح من اهم المؤشرات مؤشرنا في الحكومة الالكترونية اصبح من اهم المؤشرات يجب ان نعمل على هذه الاشياء حتى نرفع الكفاءة للقطاعات هذه بحيث انها تكون مستعدة وجاذبة لاستثمار سواء محلي او اجنب هذا بالنسبة لمؤشرات الاقتصادية دكتور والبنية التحتية ماذا عن المواطن السعودي كيف سيستفيد من هذا البرنامج في تحسين معيشته وخدماته طبعا المواطن اعتقد انه حقيقة تأثر كثيرا بانخفاض الانفاق الحكومي ممكن التوظيف الان اصبح تقريبا ما في توظيف لا سواء في الحكومة والقطاع الخاص ايضا ولكن مع عودة هذا الانفاق انا اتوقع انها ستعود الحركة للاقتصاد متى ما تحرك النشاط الاقتصادي المواطن السعودي سيكون افضل وان كان هناك بعض الان الادوتي او الاشياء اللي فرضت على المواطن منها ضريبة القيمة المضافة منها رفع تكلفة العمالة الاجنبية منها رفع الدعم عن الديزل والكهرباء اتمنى ان يكون في المقابل حساب التعويض في حساب المواطن ان يكون كريم ايضا وان يعني على الاقل يعادل ما خسره المواطن مع ما سيصرف للمواطن على الاقل بحيث انه يكون المواطن في مستوى متوازن وهذا ما اتمنى بكرة او غدا سيعلن حساب المواطن انا من داخلي كاقتصادي اتمنى ان لا يفقد المواطن السعودي من دخله نتيجة لهذه الضرائب او قوته الشرائية لان القوة الشرائية للمواطن مهمة لحراك الاقتصادي وحراك السوق فنحن لا نريد ان نفرض عليه ونعوضه بشيء اقل لانه في النهاية سيكون يعني اقل فانا اريد ان التعويض انه يكون موازي يعني الغاء او يعني انه ما يتأثر المواطن باي ضرائب اضافية فرزت او رفع للأويل او الكهرباء او غيره فانا اتمنى انه يكون متعادل مع الانفاق شكرا جزيلا لكل هذه التوضيحات دكتور عبدالله بن ربيعان الكاتب المستشار الاقتصادي كنت معنا هنا في الاستوديو شكرا جزيلا احنا اياك اللغت